مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع اهلا وسهلا فيكم في قناتي مرة تانية اليوم نحكي عن شغلات جديدة شغلات غريبة اللي ما متابع هاي القناة يعمل سبسكرايب هون أو هون يقرأ جرس التنبيهات وطبعا يعمل شير و لايك وكل الشغلات اللي بتحبوها إذا عجبتكم هذه القناة اذا ما حضرتوا الفيديوهات الراحة والفيديوهات الجاي تابعوني اكيد لازم تحضروها وفيه شغلة مهمة كتير كتير عمد احكيها انه فيه اكتر من سبعين بالمية من متابعين هاي القناة مش مشتركين في القناة وبيتابعوا القناة فاشتركوا عشان تدعموني ويا الله نبدأ خمس معارس بنا نعطيكو بعض التحديثات عن فيروس الكورونا عندنا حوالي 12 تحديث و ان شاء الله تستفيدوا منها طبعا في البداية منظمة الصحة العالمية اعلنت انه الكمامات بشكل عام بتضر وبتزيد من الاصابة بفيروس الكورونا وحبذت انه جميع ما يشتروا ماسكات لانه فيه نقص كبير في الماسكات في القطاع الصحي الماسكات يا جماعة بشكل عام وخاصة للماسكات الطبية مش ال N95 بتخفف مش من الفيروس خلينا نكون واضحين وحكي منظمة الصحة شوية هيكد غريب لكن هما طبعا بدهم يحاولوا انهم يوضحوا للعالم هو يخفف من اصابتك من اليد الى الوجه من اصاب او ماسك الوجه طبعا هذا بيخفف اما بالنسبة للرذاذ فالرذاذ بيدخل عادة من الجوانب بالماسك فيعني وجود الماسك يمكن يخفف نسبة 5% من الفيروس ولكن لان يمنع ال N95 اذا كان فت صح يعني ال N95 له شغلة اسمها فت تست هاي مهم جدا يعني مش شرط التست اللي فيجي عند على وجه ابنك يجي على وجهك هذا الفيت تست هو الوحيد اللي ممكن يحميك من 95% مش 100% من الرذاذ هذا منظمة اليونسف اعلنت حديثا انه وجود هذا الفيروس على الاسطح ممكن يخليها 12 ساعة فقط ولذلك غسل اليدين بالماء والصابون قد يكون كافي للوقاية الوقاية من هذا المرض طبعا احنا حكينا عن طريقة غسل اليدين عشرين ثانية كل شيء في اليدين بما فيه بين الاصابع اصبع الابهام بالداخل الخارج بعد ما تغسلها بالماء والصابون كويس بتشطفها بالماء طبعا الرس تبعت اليد تشطفها بالماء بعدين بتنشفها كويس هذا مهم اما حكوا عن الاقمشة الاقماش بيضل حوالي 9 ساعات فاذا طلعت انت ورجعت اغسل الملابس اللي انت لابسها وعرضها للشمس كافي لقتل الفيروس وعلى اليدين ممكن عيش لعشر ساعات فعشان هيك اغسل اليدين مهم لكن بعض الباحثين في البداية حكوا ثلاث ايام بعدين حكوا خمس ايام الان وجدت دراسات علمية بتبين انه ممكن يبقى على الاسطح زي المكتب المفتاح الباب الى تسع ايام نعم يا جماع تسع ايام هاي اخر دراسة علمية اصدرت بمجلة علمية اوكي الخبر الرابع زادت عدد الوفيات في الولايات المتحدة الامريكية معظم الوفيات في واشنطن ستيت مش واشنطن العاصمة واشنطن ستيت اللي هي مقاطعة او محافظة او ولاية واشنطن اصح هاي بالغرب جن فانكوور معظم الاصابات موجودة غاد في اصابة بدت الان في نيويورك طبعا العلماء الامريكان عم بيحكوا انه السبب الاول انه امريكا للأسف لم تستخدم ما في عندها كفاية من الكتس او الطرق الاثبات وجود الحمض النووي هذه مشكلة كبيرة طبعا في كتير دول عندها نقص بذلك وصراحة ما توقعت ان الولايات المتحدة بقال لنا الموضوع اكثر من شهرين من يحكي عنه انه لحد هلا مش جاهزين بالكتات بيقول لك الاطباء غاد يعانوا معاناة عشان يطلبوا يعني يمكن من كل الف واحد يعملوا فحص لاثنين ثلاثة يعني خبر صدمني صراحة ان الولايات المتحدة بقدرتها وانتقادها للدول الثانية والنظام الصحي وا 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 عم بيسويك رح ينتشر الفيروس واكيد رح يكون فيه مشكلة كبيرة اللهم عافينا وعافي عن نارا الخبر الخامس كان برضو صادم من جوة البرلمان الايراني وجدوا ثلاثة عشرين نائب مصاب فيه ناس عم بتموت حتى من السياسيين ومن وزارة الصحة اشي غريب جدا شو عم بيصير بايران الارقام تتضاعف باليوم يعني الارقام بالصين عم تنزل نزول كبير فشو السبب ما احد عارف الخبر السادس خبر جيد اليوم سبع اطباء متطوعين في الصين قرروا انهم يأخذوا اول لقاح ضد هذا الفيروس لتجربته على الانسان وطبعا هنا انه انه يتجرب عليه ويكون طبيب طبعا يعني اتوقع انه هاي قمة الانسانية لانه اذا نجح هذا اللقاح ان شاء الله رح يحمي ويساعدنا في التخلص من هذا الفيروس والبشرية كلها رح تشكر هادول السبع اطباء بغض النظر نجح هذا اللقاح سلام لهم ومعظمهم طبعا من من ابناء الجيش الصيني نحط الكصورة لهم الان الخبر السابع واللي حكينا عنه يمكن بعجالة في فيديوهات سابقة رجائي يا جماعة انكم تخففوا من السلام باليد والمباوسة والمعابطة احنا العرب شاء الله هذا شيء جيد وممكن عاداتنا وتقاليدنا واحنا نحترمها وهذا يبين البشار اللي عندنا بس في الوقت هذا يعني زي ما بيحكوا بكفي طريقة الصينيين او هنود النمستي هاي وانتهى فالرجاء التخفيف من المصافحة الان طلعت بعض الفيديوهات اللي الناس بتصافح بالرجلين مهم ما تصير مصافحة باليدين رح يخفف كتير من انتشار هذا الفيروس الخبر الثامن 14% هذا خبر فضيع يا جماعة 14% من المصابين بعد الشفاء رجعت عندهم الاصابة 14% بعد الشفاء رجعت عندهم الاصابة هذا هذا الشيء عم بيحيل العلماء الان ايش اللي عم بيصير في العالم طبعا الخبر التاسع انا وصلني رسالة من احد الاصدقاء انه يوم الثلاثة الماضي كانت في صلاة حددوا الوقت صلاة للمسلمين للدعاء والتضرع ضد هذا الفيروس نعم يجب انه تضرع ضد هذا الفيروس وفي كان في تايلند يعملوا برضو صلاة من الاطفال أو ميديتيشن يسموها للتضرع ضد هذا الفيروس من اجل السلام نعم وانا حكيتها باكثر من فيديو لما كانوا الناس يلوموا اولها ولما هدول تبعون السوشيال ميديا هلا بدي يشوفهم ما بطلوا يطلعوا مش عارف ليش يختفوا المهم البلاء والفيروس يعمت جميع وهيو للأسف يعني انا بحكيها بكل حزن مش شماتة لانه المرض ما في شماتة دخل الدول الفقيرة ودخل الدول اللي ما عندها قوة في الهيلث سيستم وهذه مشكلة مشكلة كبيرة يا جماعة الله يعينهم يعني امريكا بعظمتها ما عندها كتات عم نحكي لفحص الفيروس فانتهيأوا شو اللي عم بصير في دول اخرى دول اخرى عم بطلع منها فيروسات وهم مش عارفين انه عندهم هذا الفيروس فخلينا ندعي ان شاء الله على الله انه يكون الدعاء مقبول ان شاء الله فالخبر العاشر في فيديو وصلني السوبر ماركتات في ايطاليا ما بعرف اذا في كل ايطاليا وصلني على طريق السوشال ميديا انها فارغة اتوقع انه الناس بانيكين يغير لانه موضوع ايطاليا عم بصير كتير كتير حالات برضو جديدة فيعني الافضل الواحد الان يتحضر لهذه الابديميا اذا لا سمح الله حصلت في بلده يحضر له شوية شغلات قبل ما يفوت الاوان ما تزيد عن الشغلات اللي بدك يعني مش رح توقل انت على مليون سنة خلي عندك شغل الى مدة شهر ماكسموم ان شاء الله الموضوع ينحل قبل هذا الشهر الخبر الحادي عشر هو تحديد الشفرة الوراثية للفيروس هذا بعد الدراسات حددوا الشفرة الوراثية في امريكا على انها ABCDE الغريب بالعمر انه الخمس الفيروسات هاي ABCDE كلها موجودة في امريكا الفيروس C فقط او الشفرة الموجودة C هي الوحيدة اللي موجودة في الصين يعني ناس كتير بيحكوا انه لازم يصير في تأمل في الموضوع الخبر الثاني عشر الصينيين حللوا هذه الشفرة بطريقة اخرى طريقة تختلف عن طريقة اللي حللوها الامريكان التحليل كان عن طريق فصل الفيروس هذا الى نوعين ففصل الى نوع اسمه L هذا الخبر اخر تحديد عن الحالات اللي موجودة في انتاريو كندا هنخليكم الان مع فيديو والصور مضحكوا شوي عن موضوع الكورونا فرفي شو عن حالكم ان شاء الله يبعد عنكم الفيروس موسيقى 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 السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة موسيقى تجي علينا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد موسيقى